بوائل النهار ده عنده جرحة فوشفة مش هنرعب مع ويه الامباكت اللي وقع ده على الطفل ده سيء جدا العملية لها ضربتها ثلاث حاجات شوية تورمات شوية توجع بسيطة وشكل جرحة الدكتور وائل يحيى يوسف استشاري جراحة التجميل دكتوراه جراحة التجميل جامعة عين شمس عضو الجامعية المصرية لجراح التجميل اهلا بكم من الارضة يوم مهم جدا في عالم التجميل يعني استمتع استمتع يعني هبدأوا معاكم حاجة جميلة جدا جدا جراح بريطاني اسمه جوليان دي سالفا اجرى دراسة بحسية نشرت في جريدة ذاسان البريطانية الشمس قال انه وجه عرضة الازياء الامريكي اسمها بيلا حديد بيلا حديد اواضح انها من اصول عربية قريب من النسبة الزهبية دي اجمل امرأة في العالم تبقى لمقيس جراحة التجميل اللي عملها جوليان دي سي دي سالفا وقال انه بحساب نسب وجوه المشاهير حصلت بيلا عديد على نسبة تقترب من اربعة وتسعين خمسة وتلاتين ملمعة يعني تقريبا كالفضل الله نسبة بسيطة او رقم بسيط جدا عشان توصل الى البريفكت بالنسبةله وقال انها وصلت في الجمال الجسدي بقى ده في الوجه في الجمال الجسدي وصلت تسعة وتسعين وسوعة من عشر حت وراها بقى بينسيه في المرتبة التانية بينسيه خدت تنين وتسعين وأربعة واربعين في الوجه وخدت اربعة وتسعين في التكوين الجسد امبر هييرد ممثلة الثالثة طلعها بس هي طلع رقم واحد أمبر هيرت في الأنف في الأنف قال لي أن هي الأنف الأكثر مثالية ماشي يا سيدي وطبعا عمل القياسات دي بطبعا حتى ناس كتير بقى أريانا غراندي وتييلور سويفت وكيت موس وسكارلي طبعا جوهانسون وناتالي بورتمان وكاتي بيري وكاري ديفلين كل دول حطهم في ناس منهم كبيرة في السن يعني يعني مش صغيرين مش كلهم صغيرين كلهم بقى أصدقاء أعزاء ونتمنى أنهم يشرفون هنا ونعمل لقاء يعني هنتبصل مهم أنه أنا عايز أقول لكم أنه الجمال الجميل في المجموعة دي كلها لأن فيهم ناس مش صغيرة في ناس في الخمسينات ومصنفة لأنها الأفضل في العالم إذن الجمال في كل سن موجود بس المهم أن حضرتك أو حضرتك تحترم تكوينك الجميل في العشرة أو في الكام صورة اللي اعنا شفناها الرشاقة على فاكرة الناس دي في التصوير ممكن تبعين أكبر من وزنها يعني هما في التصوير في الكاميرات ويت سكرين كاميرات عدسة في علم التصوير اللي أنا بعشاؤه جداً الكاميرات بتتخن والكاميرات طبعاً التصوير بتتخن جداً فخلي بالنا من أنه الرشاقة عنصر أساسي في الجمال يعني حط الرشاقة الأول وما بعد كده اللي انت عايزه أهم حاجة الرشاقة فده شيء مهم النهاردة أكيد برضو هنمر عليه النهاردة حوار ممتع أكيد بعضي في العزيز الحقيقة يعني الشخصية متميزة جداً على المستوى الشخصي والشخصية متميزة على المستوى العملي بسعدني الحوار معاه ودايماً الحوار معاه بحيث أنه هو يعني أولاً منطقية الحوار كاملة ودي مهمة جداً في عالم التجميل المنطقية المصدقية اللي جاءة من مصدقية الحوار مصدقية الحوار اللي هو الكلمة اللي هتتقال بتتقاس وبتتوزن بميزان من دهب علمي مهم جداً إنه لازم كل كلمة تقال تبخل ودي مدرستي ما بحبش أبداً الكلام اللي يمينه شمال وهو كمان كده من نفس المدرسة طيف العزيز القلمة العلمية المتميزة بسيس دكتور واقل إيحيا تطورني وتسعيدني أهلاً محرجة تراهيم أشي جداً جداً على الإنترو الجميلة دي أشكرك شكراً جزيلاً أشكرك كبيراً شكراً جزيلاً يرك في الصديقات الأعزاء الموديلز اللي تعرضوا في السليبرز يتعرضوا دول نتيجة شغلي كتير جداً جداً على حقيقة كبار وصغيرين بس دول اللي هم هتموا زي ما حالتك قلت كده هتموا الجنرال الأول يعني الرشاقة التخزية السليمة إن أنا أبقى معتني تماماً بالبشرة بالفريقونسي اللي هي مفروضة أعطني بيها ووراها بدأ أي حاجة تجميل إحنا عكسين الساعة هنا إحنا عكسينها تماماً أنا ببقى ممكن إيحد مليان جداً أعوني حيف جداً وجاي بيطلب منك حاجة في الوجه واضحة وصالياً وأقول لك أني أبصناً عندي المشكلة في النقطة إحنا بالنسبة لنا كجرحين تجميل الوجه وقال مع حضرتك طبعاً كتير ون.. بس نأكد المعلومة تاني إحنا الوجه إحنا بنقسمه تلت 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 التلت التلت تلت تلت من عند مانبخ بالرأس لحد الجفن اللي النص الوسط وده أهم واحد من عند الجفن السوفلي لحد الشفة الفقانية. وبعدين التاني بناخد الشفة التحتانية بالتشين بالنك لحد الديكلتينة. فما ينفعش النهاردة حد ييجي يقول لي انا عندي مشكلة او عندي مشكلة ساي راجل او ست يقول لي انا عندي مشكلة بس في النقطة دي. احنا بنقيمها من فوق اللحد. النقطة التانية ينفعش حد مليان اوي او نحيف اوي ييجي يطلب حاجة سوء من ندي مثال انا مريد النهاردة عملت سمنة مفرطة وعندي مشكلة في الوجه. لازم انا نزلت الاول اللي مازنة طقوعي عشان وجهي باما تناسك مع جسم. والعكس تماما انا عملت عملية سمنة ونزلت مئة كيلو. وجاة تقول لك انا عايزة حينفلر هنا. احنا تقريبا الكلام ده مش بنشوفه دلوقتي. مش المفروض ان احنا نشوفه. خلاص احنا لازم نعالج النهاردة المنطقة واحدة انت تنفيحش عالج المنطقة دي بس. لازم اخلي الدنيا كلها متناصق عشان يبقى دي شكل هارموني. كل الصور راح اذكرتها يا الشكل فيها ايه? هو متناصق. من فوق لتحت الوجه متناصق. الوجه جميل. الوجه نظر. الوجه آآ جزاب. دي لازم نوصل لكده. مش تقدرش تقول مسلا ان الحتة دي جميلة جدا. لكن بقيت الوجه لأ. كل كان صغرين او كبار. فبالتالي وراها بقى كل منطقة. لازم نعرف ايه التطور اللي بيحصل فيها في المرحلة العمرية. ام. دي طبعا درسات كبيرة جدا. بادية من اول العضم لحد الجلد. يشمل العضلات يشمل يشمل يشمل. احنا هنقول الوجه كده تعبير بقى لدي شويتين. بس هو ده موصوف في الكتاب. ام. هو يعني ايه? يعني طبقات زي بالزبط كده زي البصل. ام. ادي طبقة جلد وراها طبقة اه ده. وراها طبقة عضلات سطحية عضلات عميقة وراها دهون عميقة دي. شوف حالتك العلم النازل لحد فين بقى? ام ام. لحد التطور اللي بيحصل معنا بقى في الاربطة وفي العضل. الوجه متثبت كده في ستة اماكن دول مهمين جدا. جدا. الحقيقة اللي درس جراحة التجميل وخد دكتورة جراحة التجميل. فهم دول تماما. هو في ستة اربطة مهمين جدا في الوجه. يعني ايه اربطة? ده حزام بادي من اول العضل لحد الجلد. ام. ده اللي معلق للوش كله. ده معلق الوش كله. ثابت اتنين فوق اتنين في المنطقة الوسطانية اتنين تحت. ام. دول اي نجاح عملية التجميل فيهم اي نجاح عملية لازم ارجع ستة دول ما كانت. ام. ووراها اي حاجة بها تانية تحصل. طب هل النهار ده اي علاج للوجه لازم جراحة? لا لا. ده نص الدراسات اللي بنخوزها. العلاج الغير جراحي. لاثار العمر في الوجه. ام. النص التاني ده بتاع جراحة الوجه. هل اي حد بيجي النهار ده. لازم يتعمل له شد وش لأ. ام. خالص. مش معناه نشد الوش غلط. بس هي مرحلة بنلجأ لها ده البيت نوار. يعني ده اخر السلاح عندنا. ام. فلازم نكون نحضرين الدنيا دي كويس. نبقى يسين اياساتنا مزبوط. زي بالزبط السورة اللي عندنا حضرتك دي. الاستك وهو بتشد ده بالزبط ده زي الروباط. ام. هو الجزء ده اللي بيحصل فيه تهدل. هو ده الجزء نزل لتحت. بالزبط السورة جميلة جدا. يعني حضرتك وفريل الاعداد بسم الله ان شاء الله هو اكبر عليهم. اه رائعين. المناطق متعلمة بالزبط هو ده ده اماكن السقوط نفسها اللي بتحصل. ام. بتحصل لي بشكل كده اللي لازم يحصل. ام. عشان كده المريض ده بيترسم. في الحناه. في الحناه. بالزبط كده حضرت. ده موجود مع الجاذبية. ده 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 حصل عندنا. عشان كده احنا المريض ده اللي لازم يترسم وهو صحي. ام. يعني لازم الرسمة اللي بتتعامل عندنا لازم المريض يبقى هو وصحي. احنا النهاردة المريض ده بتقول هل ده بس الجلد بس يتشد? التقنية دي كتقديمة جدا وتقريبا بطلنا. ام. او ما عندتش موجودة. لازم يفهمين ايه اللي حصل عندنا. ايه الحتة اللي مفروض تتميلي? وايه الحتة اللي مفروض تزيد? وايه اللي حتة اللي مفروض تتشد? علم النحت كعلم نحت الوجه. ام. التطور كل اللي حصل من ايام تماثيل الفراعنة. التماثيل اللي موجودة حاليا في الحضرات بقى باختراف الحضرات بقى الاغريكي اليوناني الكلام ده. المين مش في الجسد. المين في الوجه. هو اللي خلالك الوجه كده. انت مش عارف التمثال ده راجل حي قدامك ولا ده تمثال. ام. دي تالنت. دي هي المودعين من نحت اساسي ده. ام. بعد كده بدأ بقى يزهر الجسم. لكن انا الوجه هو ده اللي موجود. ام. التلات مناطق اللي كلمنا فيهم بقى دولة عالم طويل قوي تطور فيه. ام. لكن نقدر نبسط الدنيا شوية للناس. احنا هنا المنطقة الجابهة. ام. هو العلاج فيها حاجة من اتنين من همش تالت. لاما بوتوكس حانات البوتوكس اللي بتحصل. او شد الوجه بالمنظر. ام. في حاجة تانية لا. بس في سوابة. ام. ان انا لازم الحاجب ده يبقى موجود مكانه اساسي فينا. هو عند الرجالة انا يضوب عند العظمة. ام. يضوب عند العظمة بتاعت المحجر العين نفسه. ام. السيدات انا اسمح العلم كده من نص الواحد سنتي فوق. السيدات الحاجب اعلى شوية. ام. نحن لازم الرجال اهو. الرجل عالي. اهو ماشي على العظمة ايه. على العظمة. على العظمة على طول. اه. دي نقطة. ايش تلاقيه هنا يعني. لما يطلعش فوق. اه. الرجل اللي طلعه هنا لا. تمام. ده غلط. اه. عشان كامل النقطة التانية حقيقة هو لازم بفيه حاجة اسمها تعبير حركية. ام. يعني انا وحيارتك النهار عندين بنتكلم. فحيارتك لازم انت بعرف مسلا ده بيضحك بيهزر. اكيد. انما المسك فيس ده. ده محدش موجود مش مقبول. لازم افضل لازم يفضل وجهي وجهي طبيعي. ام. مش عروسة. انا مش بتكلم مع عروسة. فيه فرق بين العروسة او. المقصود مش بالعروسة يعني العروسة. لأ عروسة يعني. دل. اه دل. اه. الدمية يعني. الدمية. ما اقدرش انا مش بتكلم مع دمية. انا لازم افهم النهاردة اللي قدامي ده فيه تعبير اسمها تعبير حركية. ام. الغلط ان تفضل التجعيد دي واحنا عادين كده ساكتين. ام. لكن التعبير الحركية دي لازم تفضل سنة موجود. ما تبقاش لكن تفضل موجود. اللي هما بقى المية وحداشر والكراوس فيت اللي موجودين دولة دول برضو حكرة على البوتوكس. ام. طب ده رجع مكانه. والدنيا دي بقى اتفلات. نبتين نتكلم في المنطقة الوسطانية بقى دي. نشوف الاثر عندنا اكتر حاجة حصلة ايه. المنطقة الوسطانية اللي في الوجه دي. هادي المشكلة عندنا النهاردة. في مجرى العيون. ولا موجود عندنا ان الدهون اللي في الوجه دي سقطت تحت. ولا انا خسيت زيادة او المرحلة العمرية عندي بقت كبيرة. فكل الجلد عندي النهاردة تهدل. اه. ايه اللي فيهم محتاج يمحتاج النعجل. لو الدهون يبقى يدوب حق ان الدهون هتبقى كفاية جدا او الفيلر او الكلام ده كل اللي موجود عندنا المواد اللي تملك. السقوط نبدأ من اول الخيوط لحد شد الوجه. وانا النهاردة الخيوط السؤال اللي وراها عطول بقى. هو الخيوط النهاردة. دي تنفع. لأ لاجل اي مرحلة? لا خالص. خالص. هو دي الخيوط هيدوب بتنقلني من المرحلة لمرحلة تانية قبلها. السقوط اربع مراحل. مرة. مرةன. بbing. برجع مرحلة برجع محطة ورا. م. جاي لو انا في المحطة التالتة في السقوط ارجع تانية. ارجع تانية. لو في الرب ارجع تالتة. حلوة. لكن ما مش مستني من الخيط ان هو يرجعني اولى. مش اشتر. قاعدة. لا لا. الاساسير ده الجراحة. الاساسير الجراحة. الجراحة اللي تقدر تجبني من من المرحلة تالتة الى الاعترب. تقريبا. اه. ودي بتقوى مرضية جدا. اه طب. مرضية جدا الجراحة. لكن هل ده معناه النهاردة تقريبا معدناش بنشوف برضو العمليات شد الوجه الحقيقة هي كانت اتخذ عليها فترة كده من شوية من الفترات ان هي بتأثر كتير على التعبير الحرقية والعصب التقريبا النهاردة معدش موجود. تقريبا ما بنشوفوش فعلا. خالص حقيقة يعني. بالعكس ده بقت سيف ده احنا النهاردة بننزل في بلينز تانية مجالات تانية هي اللي موجودة. واجهزة احدث بكتير جدا. خلاص بقى تقريبا ما بنشوفش الكلام ده. اتفاقنا ان الوش مستويات. اتفاقنا الوش طبقات. فتنزله لطبقات معينة. امنة. امنة تماما. هي جراحة يوم واحد. يعني نرجع النهاردة نقول دي جراحة ده بقت بتعمل بينجي موضاع النهاردة. يعني شد الوجه تقول ليه. لان انا محتاج ان المريض فترة من الفترات بتاعي يقوم يديني تعبير حركية. مهم. فلازم يبقى عندي في جزء من العملية كتير صح. مهم. الخيوط بقى باختلاف انواحها وتكنياتها. وان احنا النهاردة في الجيل الرابع او الخامس الكلام ده. ان الخيوط مهما كانت. ليها قدرات. ليها قدرات. خلينا واقعين. ما هو ده برضى امر منطقي. هتب هي حاجة غلط لا مش غلط. بالعكس انا ممكن ابقى مبسوط جدا ان انا النهاردة واقل بين في المرحلة. بس انه بقى رياليستيك يبقى وقعين. انا منطقي. انا نقلت للمريض صورة اللي حيجي اعمل معي الخيوط انا نقلت الصورة مزبوط. فهيبقى بالتالي هو مبسوط معين. الدنيا زي بص كل حاجة في الحياة يا جماعة. يعني ايه? هذه مثالة سهلة سهلة اوية العربية. ما انت ممكن بتروح تشتري عربية. عربية اه حلوة بتمشو كويسة وتالي. وتمانية عشرة جنيه. وتقدر بتاعها او بتقعد كم سنة عايشة مية في المية كم سنة. وفي عربية تانية ابعاف. وبس بتقعد بقى. جميل. اه. وشكل تاني. المسال ده جميل. وبترديني بشكل تاني. انا عايز ارضف دي ارضف دي انت حاسب. بس انا نقلت له الصورة. اه. يعني انا. ما قولكش ما بيعلاكش وما خمتكش. ما جبت لكش عربية. دي نقطة ولا 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 اني المريض عليه ان هو يقوله. يقوله شكوته. لكن ما اكترحش العلاج. الشد الجراحي بقى. خطواته ازاي? انواعه ايه? الشد الجراحي عندنا احنا حنقسم بتزاي ما اتفقنا كده. ادي الاول المنطقة اللي فيها الشاكو فينا. ادي ابر ادي ميدل ادي اللور. الشد بتاعنا دوت. هو الجرح فين الجرح موصوف وسابت هو من امام الاوذن كده. راجع لحد ورا. ده بناخد فيه عادة المنطقة الواجنة والمنطقة الوسطانية بالرقبة. دي يتعامله لاتنين مرحلة واحدة او يتعامله لاتنين مرحلة واحدة. عادة ببقى كومبليمانتري النهار ده لازم نعملين ايه? لازم نقوم موصلين الدنيا دي ان الرقبة معها الدهون. طبقة الدهون دي مهمة جدا. الجرح اللي تحت عند التشين ده مش في كل الحالة الحالة. بقنا النهار ده بزي منظر كده نعرف نجيب المنطقة دي. نعرف فيه بعض الاجهزة. سخافة القصة دي في حاجتين. شوية التورم اللي بقى بالمريض مش متخيله. لكن لو انا اقيله ان الحالة حتقعد لك من خمس ايام لاسبوع. الدنيا متورمة شوية. والفاينال ريزة بتاعتنا حنشوفها من اربعة لستة اسابيع. حتلاقي الدنيا بقت كويسة جدا. ده معناه ان المريض ما ينفعش يجي يعمل عملية ويسافر تاني يوم. و ومشوفوش تاني. لا خالص. مقبول جدا. فترة اول تلت اسابيع ان انا اقف فيه شوية عن شمال. لان انا بنام على جنب ده النهاردة. فلاقي ان الجنب ده التورم فيه قاعد شوية اكتر من التاني. انما اللي مش مقبول خالص ان دكتور التجميل يطلع الناحية لمن غير الشمال. ده تقريبا ما بقاش موجود النهاردة. طول ما الدنيا تصلحت. العضلات اتصلحت. الدهون تقريبا راجعت في مكانها. الجلد تشد مظبوط. بشكل يفضل. شكل الوش جزاب. مش مشدود غ عن الناس كده. ده تقريبا بطلنا نشوفه النهاردة. النتيجة بتبقى مرضية جدا. اه. بنانجح لعملاتها النهاردة عملات دي راح تشد الوش. اللي احنا كنا زمان بنخاف منها. اه. اوكي? زمان ده اللي هو يعني نص التمانينات. اه. اوالي التسعينات. لكن دلوقتي النهاردة لقى القصة خلاصة النهاردة الدنيا. العلم تطور ده بيقفز النهاردة. وثبات في النقطة دي. اه. التطور الفضيع اللي حصل لنا بقى في اللي زي ما قلت في حاجة لقوني. الط طبقات بتاعت الوجه. ايه اللي محتاج يزيد? ايه اللي محتاج يقل? ايه المناطق اللي بنشد منها عشان تفضل? تفضل القصة دي. الطب هل جراحة الوجه دي? دي لايف لونج? انت على قل خالص مقبول ان انا من خمس لسبع سنين مش حلمس وشي تاني. اه. مش هيتلمس الوشي تاني. فدي حاجة كويسة جدا. اه. حاجة النهاردة اجراحة يوم واحد بعود لاسبوع واتنين بعدها والوشي رجع عشر خمساشر سنة ورا. اه. العنوان بتاعي رجع عشر خم عشر خمساشر سنة ورا. نورتيني. شرفتيني واسعدتيني. طبعا ضيف العزيز سيد دكتور واقل يحية المبدأ دائما استشاري جراحة تجميل ووضو جمعية المصرية جراحة تجميل وصعب دكتوراه جراحة تجميل من كل طب. جماعة عين الشمس كلعد ابدع في واحدة من اطلالته المتميزة في عالم جراحة التجميل. خليكم مع جراحة تجميل والناس الحال. في رابط وصيق جدا بين الشخير وحدوثه نتيجة انسداد مجرى الهوى او ديء ويعني وبين ارتفاع ضغط الدم. رحت اعملت سليب تيست واخد واحدة دا لي عندي.